ورجعنا لكم تاني في اجيال مع دكتور محمد رفعت وفاطمة مصطفى ومكملين حدثنا عن صعوبات التعلم اللينك ده كده عايز احكي لحضرتك كم نوع من الاطفال والحاجات الحلوة اللي بيعملوه هم بيذكروا كنت بقول لك قبل الفاصل لسه ما تكلمناش عن صعوباتها هايوة بنتكلم عن الفرق ما بين صعوبات التعلم الحقيقية وما نتوهمه ان احنا هو صعوباتها لسه كنت بقول لحضرتك قبل الفاصل فيه طفل العيان الصباح بيوجعني رجل الكترت عندي كحة بطني واجعني هل الطفل ده بيبقى بيدلع ولا هو كاره المذاكرة فبيجي له اعراض فعلا هو بالزبط في حاجة اسمع في حاجة في الطب النفسي اسمع ليه الاعراض النفسي جثمانية حلو ودي بتحصل للاطفال وبتحصل للكبار يعني الاعراض النفسي جثمانية يعني متوتر مثلا بطني توجعني بالزبط كده انه هو نتيجة ضغط نفسي او حالة نفسية معينة عنده يوم يستدعلها اعراض جثمانية ويكون صادق جدا فيها وعشان كده هي ما بنعرفش ان لا يمكن انكرها وفي نفس الوقت لازم اللي يحسم امرها الطبيب ان هو بيبتدي يكشف على الطفل او حتى على كدير بالزبط كده ونشوف هل في سبب ولا ما فيش سبب ولو ما فيش سبب سواء بقى بالتحاليل المعملية بالفحوصات الطبية طبعا بالكشف الطبي المباشر ولقينا ان ما فيش اي حاجة تشير الى وجود مشكلة تؤدي الى هذا النوع من الشكوى لازم لازم هذا الطبيب بينصح الاسرة دي اللي هو بالاتجاه الى آآ تقصص طب نفس الاطفال علشان يشوفوا ليه بقى الطفل بيحصل له الحكاية دي في نوع تاني بقى من الاطفال يا دكتور ده علمي في نفسه شواء انا عايز اكري صاينس ومس بس مابيحبش بقتين مغيب طيب يا ابني زكري ما بحبهم مش مقتنع مش عايز مش عايز بيقدر يكلمك بالمنطق طب منا زم بايه انت عليك مكرر الخمس ستة مواد والاعملي اه سقطك في تلاتة ونجحك باتنين لا الانت قلتي كلمة على فكرة في يعني جزء كبير او من الاجوبة هتلاقي ان هي منشأ الاجابة بتكون في السؤال انت قلتي ايه طفل علمي يعني فهمة طفل عنده منطق فالطفل اللي عنده منطق يسهل الحوار معاه عكس من الناس فكرة الطفل اللي عنده منطق نقوله تمام احنا انا كمان على فكرة انا مسلا بشتغل اه دلوقتي اه مزيعة خلاص ودرست في كلية الاعلام لكن وانا صغيرة زيك درست اه رياضة ودرست اه فيزياء ودرست كيميا لازم علشان نوصل للحاجة اللي احنا بنحبها ده لازم كلنا كده ندرس شوية حاجات كتيرة وبعد كده انت في عمر معين او في سن معين هتتخصص في دراسة معينة يعني هنقوله نشرح له الطبيعي انه في الدنيا كلها الاطفال اللي هم بيروحوا المدرسة لغاية سن نهاية الدراسة السنوية او نهاية الدراسة المدرسية لازم الاطفال دول كل الناس الطلبة دول بيدرسوا بطريقة معينة بعد كده بقى في حاجة اسمها الجامعة بتلاقي فيه واحد بيدخل كلية الاعلام حد بيدخل كلية الطب حد بيدخل كلية الهندسة حد بيدخل كلية حاجة ليه علاقة بالكمبيوتر وهكذا الطفل ده اللي من النوع ده بقى لما تكلميه بالطريقة دي هتلاقيه هو يبتدي اتجاوب معاك فتقولي له انا معاك ما انا كمان وانا زغيرة زيك ما كنتش بحب العربي او ما كنتش بحب الفيزياء مثلا يعني لكن لازم اذاكرها ولازم انجح فيها علشان دي اللي هتوصلني الى الدراسة اللي انا بحبها من انواع الاطفال برضو اللي بتشل الامهات للأسف اللي بقى بيحل الواجب هو الوحده يعني وصلنا للمرحلة لحضرتها كلتا احنا منحل الواجب لوحدان يقعد يكتب شوية والام تعدي كده في الصالة تلاقيه بص في حتة ثانية يلا يا حبيبي كامل حاضر يقوم كامل احنا ممكن نعمل الحاجة اللي انا وثقة ان ابني في الابريج العادي ممكن يعملها في نص ساعة بيعملها في ثلاث ساعة صحيح هو نفسه زهقان من القاعدة وانا اتعبت من كترة ما بقول يلا وفي نفس وقت هو اللي مدي نفس وقت تمام في الحالة اللي زي دي هو هتلاقي ان الطفل ده غالبا بيعمل عملية تحرر من القيود اللي بحطوطة عليه في المدرسة بمعنى ايه هتلاقوا في المدرسة المدرسين وقته او لما بيدوهم مثلا كويز او سؤال او كده بيحددولهم وقت لازم تجاوبوا الا انتوا مش هتبقى محسوبة لاجابة صح فغالبا بعض الاطفال بيشعروا بشيء من العبقة او بشيء من الضغط عليهم في الجزئية دي يقوموا يعملوا ايه في البيت يعملوا العكس بقى يا تمادوا عارفة فاكرة زمان يا فاطمة لما قلنا ان احنا في اطفال لما بيروحوا الحضانة اول مرة بيروحوا الحضانة وبتاع يرجعوا من الحضانة او من المدرسة تبص ليهم يعودوا يتنططوا عالكنبة ويعودوا يعملوا ليه لانه هم وهم في الحضانة كان في قيود اتحط لهم قيود ما تعملوش كذا خليكوا قاعدين ما تخرجوش برا من غير اذن ما تعملوش صوت عالي فبعض الاطفال بيعتبروا ان ده نوع من انواع الضغط بيعملولوا ريليف او تحرر لما بيروحوا البيت يقوموا يعملوا افعال ما كانوش حتى بيعملوها تبص ليهم عمليه اتنططوا عالكنبة وعالكراسي تبص ليهم يكلموا الصوت عالي او يكلموا هكذا فالطفل ده غالبا بيكون هو حساسيته ناحية اتباع الاوامر بتكون عاملاله نوع من انواع الضغط فلازم برضو الحل عن طريق الام اولا لازم تحدد وما فيش حد غيري اه اه لازم تحدديه الوقت وتسأليه بقى هنا الفرق بقى ما بين البيت والمدرسة انتي اللي بتسأليه تقوليله ايه رأيك هو ممكن ما يكونش عارف يعني ايه نص ساعة ويعني ايه ساعة ويعني ايه الكلام ده كل تقوليله يلا نحدد الوقت انت شايف ان انت ممكن تحل الموضوع ده الاسائم ده اه فقد ايه خلاص وتجاوبي معي ولو لقيته طبعا ضرب رقم يقال لك اربع ساعات هو مش عارف يعني اربع ساعات اصلا هو فهم قصدي انما قوليله لا هو المفروض ان احنا دي مسلا بنعملها في عشر دقايق او بنعملها في ربع ساعة فاحنا ايه رأيك نزودهم شوية بس لازم تعملهم خلاص في الوقت ده وبعد كده لو ما كانش عملها قوليله خلاص ده احنا سيبناه بقى وهنرجع لحاجة تانية وانت بكرة بقى لما يسألوك في المدرسة نفس النموذج اللي قولنا عليه من شوية ليه ما عملتش الاجابة دي او الحل ده هتقول لهم عشان ماما كانت مدياني وقت والوقت ده كان كافي جدا بس انا معرفتش اعمله او ما قدرتش اعمله النقطة دي خلي بالك قوي انه بيتدخل فيها عامل في العملية التعليمية المنزلية دي يعني بيتدخل فيها عامل ما بيختلقوش على بال ولو انه هو بيبقى عامل جوهري ايه هو؟ هو احساسكو انتو الشخصي كامهات بنظرة الاخرين ليكم بمعنى ايه انتو عايزين تبدو او تظهروا قدام الناس ودي حاجة فطرية اي حد بيبقى عايز يظهر قدام الاخر بانه انسان كويس او انسان مسالي والله هم الكده عارف ايه دكتور بجد بقى قولي لك حقيقة الامر بنبقى حسين انه يعني احنا مشروع حياتنا هو ولادنا فانا لو انا ما عملش الواجب كله حلو وما عملش زلش شكله كويس وما بقاش مؤدب وما بقاش بيأكل كويس وما بقاش بيسمعك بقى انا فشل لأ هو النجاح والفشل له يعني مدى كبير اوي 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 وفكرة ان انت مسلا يعني انا باتكلم على ناس مسلا ممكن هم الطفل ما عملش الهومورك او الواجب بتاعه وتلاقي الامة يا اللي بتعمله لأ ما انا كنت ده انت سبق تاني بقى انا كنت هقولك على في مشكلة تانية بتواجهناك امهات في البيت ان تلاقي الاخ الكبير بيصعب عليه الاخ الصغير وده دايما بتلاقي في البيت كلها الصغير ده الشاقي الصايع الضايع بيعمل ايه يعني انا بقى بقى فيش ولادي بقى فيش ليلة تقوله اعمل كذا انه انت Timbz اعمل يا اماع انا بساعده بساعده بيبقى عبدهم دايما الاخ الكبير بيعنده احساس بايه المسئولاته جاء اخوذ صغير وصغير بيستهده وده حلو ان الاخ الكبير يبقى عنده احساس بالمسئولية او بالحنان بس من غير ما نحل له لازم نفاهم بقى الكبير نقوله خلي بالك احنا انت كأخ كبير او أخت كبيرة أنت كده بتدريه لأنه هو ما بيتعلمش حاجة يعني لازم يبقى شاطر زيك ولازم يبقى تعلم فلازم نساعده في حدود ونعرف الحدود دي إيه هي الحدود إن هي ممكن مثلا على فكرة ممكن تلاقي الطفل الأكبر ده بيشرح حاجة لأخوه أو لأخته الصغيرة بطريقة ما بتخطر لكيش أنت على باته وبيوصلها له أبسر وبيوصلها له وممكن هو يستوعبها منه يعني لأنه هو بالنسبة دايما يا فاطمة الطفل الصغير بيبص الأخوه الكبير على إنه المسأل الأعلى المسأل أعلى في الشقاوة المسأل أعلى في التعليم المسأل أعلى في اللبس وهكذا وبيبقى قناعته إن اللي بيخرج من الأخ الكبير ده أو الأخت الكبيرة دي هو ده اللي قبل للتطبيق فعلا هو ده اللي يقدر عليه فبيبقى عايز يتشبه به ودائماً طول وقت عايز يبقى زيه عايز يبقى شاطر زيه يعني حتى فيه أخوات صغيرين يقولك ليه أخوي أكبر مني او انتي فاهمة قصدي وهكذا فدي نقطة دي حلوة يتبني عليها لازم هنا نفهم الطفل الكبير انه بمسؤوليته الحقيقية تشرح له مش تساعده بحل الحاجة بالزبط كده تعف يا دكتور افتكرت ايه دي الوقت سمح لي وانا على الهواء يعني اشكرها طبعا على الهواء نختي اختك كبيرة اكبر مني باربع سنين اللو ده نختك يا سلطان اه والله العظيم ايه ده نختك يعني انا كنت مسألة الطفل الصغار اللي بيستهبت اقضي يا بنتي كراسة لا بعدين كنت ازعق لها حسيني وحشي خطك وحشي خطك عشان انا خطي مش كده وحشيش وحشي خطي مش حلوة يعني كمان مش بسكت بتتأمري يعني بالزبط كده هو برضو خلي بالك خلي بالك في ناس مهما حاولنا نعمل رقابة وحاجات زي كده بيظل في مساحة من الاسرار والتصرفات البسيطة دي بين الاشقاء وبالمناسبة دي حاجة حلوة مش حاجة وحشة لان فكرة ان يبقى الطفل حاسس ان عنده مساحة خصوصية مع اخوه او اخته ومساعدة في السر والكلام ده كله بس هي الغلط انها تتجاوز لحد المقمول يعني درس الكراية عد لا بس مش كل مرة طب احنا يا دكتور تكلمنا في الجزء الاولاني من حلقتنا كله عن الدلع عن الحاجات اللي هي مش صعوبة التعلم الحاجات اللي بنواجهها في بيوتنا وللأسف احنا كأمهات بنتدعي او بنقول ان دي صعوبات تعلم وان ولادنا عندهم مشاكل صعوبات التعلم بقى بتقري ان دي باب كبير جدا وموضوع كبير جدا ومحتاج شرح حستأذن حضرتك وستأذن طبعا المستمعين ان احنا بعد ما نطلع فصل ونرجع حنبدأ نتكلم عنها بقى بالتفصيل حضرتك تشرح لنا ما هي صعوبات التعلم اللي فعلا لو اكتشفتها عند ابني او المدرسة زي ما حضرتك قلت اللي مؤهلة هي تقول انه عنده المشكلة دي لازم بقى اتجه لمساعدة بالزبط نطلع فصل نرجع نكمل معاكم رقم الاسم اسواحة تسعين تسعة والتليفون اتنين تمنتاشر عشرة تمانية ستة وستين والفان بيج بتاعتنا راديو تسعين تسعين على الفيسبوك وبفكركم ابعتولنا كل اسئلتكو على كل الفوستات بتاعتنا اللي بنزله على الفيسبوك واحنا طبعا بنجمع كل الاسئلة ودايما بنجاوب عليها بالحلقة الاخيرة من كل شهر